الصورة بألف كلمة كما يقال فهذا المقطع الذي يوثق تبادل الطلاب أوراق الغش والكتب بصورة مكشوفة وفوضة عارمة وبإشراف من جماعة الحوثي ومباركتها في أحد مراكز الامتحانات يوضح بصورة مكثفة واقع التعليم في اليمن والذي يوضح أيضا أن كل شيء منذ الانقلاب بات معرضا للهدم الممنهج خصوصا التعليم الذي تلقى ضربة قاسية وموجعة يمتد أثرها لعشرات السنوات القادمة الغش في الامتحانات وتدمير التعليم جريمة تضعف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق اليمنيين وأجيانهم المتعاقبة تقول شهادات إن وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب يحيى الحوثي طلب من مراكبية لجنة الامتحانية مساعدة الطلاب فردد الطلاب الصرخة علامة امتنان وبدأوا بالغش مباشرة هذا ما نقلته وسائل الإعلام وهذا ما تريده الميليشيا أن يكون يتحول الغش في اليمن وتحددا في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلاب من مشكلة محددة إلى الظاهرة المستفحلة وهما يحذر منه مراقبون وأكاديميون حول مخاطر استمرار تدهور العملية التعليمية في اليمن كارثة لا تقل عن كارثة الحرب أو الانقلاب كما يقول متابعون بداية من ضعف الكتاب المدرسي والتضليل الطائفي وصولا لظاهرة الغش في الامتحانات ناهيك عن تدمير البنية التحتية وعدم الاهتمام بالكادر التعليمي يؤكد تحقيق حول تعدد مظاهر الغش في الامتحانات العامة باليمن تنوعها بين اقتحام لمراكز الامتحانات بقوة السلاح وتسري بنماذج الامتحانات والاعتداء على رؤساء اللجان والمراقبين وإطلاق النار على المعلمين بسبب رفضهم السماح بالغش والكثير من الفوضى فما تنشره وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات وصور تكشف حجم هذه الظاهرة وما تتعرض له العملية التعليمية من تجريف حاد وعبث وفوضى تلحق بالعملية التعليمية ومستقبل أجال البلد أو كما قيل في وصف هذه الكارثة كيف لجيل النجح بالغش أن يبني وطنا ويقود جيلا آخر